اشتركوا في القناة وقلنا قبل ايام قد وافق مجلس النواب الحالي على اقرار الموازنة لعام 2021 وهذه الموازنة يعني بكل ما تحدثنا عنه عن شكلها وطبيعتها وهي موازنة ليست جديدة لبلد فاسد ومخرب يستمر فيه الفساد ويستمر فيه التخريب لكن في هذه الموازنة لم تظهر اشارات الى العديد من الفئات الذين كانوا قد وعدوا بان الموازنة ستحتويه وستوفر لهم ما يحتاجونه الكثير من العاطلين على العمل من خريجي الكليات من المهندسين والطباء والمعلمين والمدرسين والمعلمات والمدرسات والكثير من العاملين مهندسين وغيرهم وخريجي الكليات بكل انواحها كانوا يوملون نفسهم ان هذه الموازنة ستخرج لهم بشيء يؤكد انهم يعني على الطريق الصحيح وان باب الرزق سيفتح امامهم والحقيقة كنا وغيرنا نقول انه هذه كذبة لاحد يصدق هذه الوعود لا يمكن تصديقها لان الوضع الاقتصادي في العراق وضع سيء جدا جدا ولا يمكن هؤلاء مجموعة من الفاسدين الذين يحكمون العراق وبالتالي هذه الاموال لا تكفي والموارد المتأتية من النفط لا تكفي الى الرواتب وان قضية التعيين وقضية هذه قد انتهت لان عدد الموظفين في العراق الان وهم يتحدثون لا نتحدث نحن لان اكثر من 5 ملايين الى 6 ملايين موظف في العراق يحتاجون لنا 5 مليار دولار شهريا فقط رواتب وهذه كارثة كبيرة هذا الترهل هم يتفاخرون بهذا والعالم يستغرب كيف يمكن لبلد يعني يقولون تعداد نفوسه 40 مليون فيه 5 ملايين الى 6 ملايين موظف مصيبة كبيرة الحقيقة ولا يعمل الموظف اكثر من 8 دقائق باليوم الواحد يعني عمل فعلي ربما اقل من هذا بغض النظر عن هذا الموضوع هناك كان مجموعة من الشباب خريجي الكليات وخريجي المعاهد قد بدأوا بالعمل تعاقدت معهم مدارس ومديريات تربية للتدريس للتعليم في المدارس كمحاضر أي واحد منهم محاضر بدون اجور لحينما يعني الحكومة تضع له بابا في الموازنة أو يعني تضاعه على سكة التعيين وكانوا ينتظرون طوال هذه الفترة البعض من عندهم من بداية عام 2020 وطوال سنة 2020 وهذه الواحد وعشرين الآن ذهب الربع الاول منها واذا بالموازنة تخرج ولا اشارة عن هؤلاء الأمر الذي دفع بهؤلاء المحاضرين الذين بلا أجور إلى التظاهر خرجوا في سبع محافظات خرجوا في القادسية بالمثنى بالنجف بباب البواسط البصرة وذيقار حاصروا مديريات التربية قطعوا الطرق هتفوا ضد الحكومات وطالبون شباب يطالبون بالتعيين يطالبون بفرصتهم بالحياة يطالبون بمردود مالي لما فعلوه ويفعلونه في تدريس وتعليم الطلاب والطالبات الغريف في هذا الموضوع والذي يدلل على انه احنا في العراق نايش وحالة من التخبط حالة من العشوائية حالة يعني بلا تخطيط نهاية لدينا وزارة اسمها التخطيط لكننا لا نخطط لدينا حكومة لكنها لا تخطط عشوائية وارتجالية في كل شيء موازنة مكتوبة لم تدرس هذا الموضوع ولم توافق عليه ولم تنتبه إليه ومجلس النواب الحالي وافق على الموازنة ولم يدرج هذا الموضوع وإذا بهذه التظاهرات تخرج وإذا برئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين هؤلاء المحاضرين وتخصيص الأموال لهم بعد صدر الموازنة بيومين هل هذا معقول؟ هل يمكن لبلد؟ يقولون عنه أنه متحضر وديمقراطي وحرية وازدهار ويريد أن ينافس العالم ويريد أن يجد فرص للعمل ويريد أن يوجد فرصته بين الكبار والصغار وبين الدول العالم لكي يشط طريقه وشعبه لا يغادر ولا يهاجر ولا يقتل ولا ينتحر ولا يتظاهر هل يمكن لهذا البلد أن يفكر بهذه الطريقة العشوائية؟ أن يتصرف بهذه الطريقة العشوائية؟ بعد يومين من صدور الموافق على الموازنة تخرج التظاهرات فإذا بهم يوافقون على تعيين هؤلاء وتخصيص الأموال لهم من أين وكيف؟ هذه العشوائية كيف يمكن أن تبني بلدا؟ هذا الارتجال نحن مع تعيين هؤلاء؟ نحن معها إذا كنا بحاجة إليهم فعلياً وإذا كانت المدارس بحاجة إليهم كانت التعليم فعلاً يحتاج إليهم إذا كان هناك تعليم فعلاً في العراق أساساً وكانت هناك مدارس نحن يعني بالعراق يحتاج العراق إلى نحو 15 ألف مدرسة 11 ألف مدرسة طينية لحد الآن في بلد 18 سنة الموازنات مالت مليارية أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار واردات النفط وعنده 11 ألف مدرسة طينية وهياكل مدارس ومدارس يعني تتناوب على الدوام في بناية واحدة ثلاث مرات وأربع مرات يعني دوام مشترك مدارس عديدة ربما أربع مدارس في مكان واحد في بناية واحدة هذا البلد بهذا الشكل لكن مع ذلك هناك يعني نحن مع حقوق الناس حقوقهم في الحياة حقوقهم في أن يحصلوا على رزق عوائلهم ورزق أطفالهم وحياتهم أن ينالوا يعني ما يستحق ما يوازي جهودهم التي يقدمونها لكن أن تكون العشوائية بهذا الشكل نحن غض العشوائية إذا كنتم بحاجة إليهم فكان يجب أن تضعون الحسابات في موازناتكم في خطتكم لديهم إذا كنتم تخططون وأنتم لا تخططون لذلك العشوائية لذلك الارتجالية لذلك الفوضى في العراق تسود هذه هي الفوضى يعني عندما يعتبر رئيس الوزراء أنه حريص على الناس وأنه استجاب إليهم هل هو في ذلك على حق هو في ذلك على باطل ويؤكد أن العراق بلا تخطيط أن العراق يعيش عشوائية ويعيش تخبط كبير جدا جدا وأن الذين يحكمون العراق لا يستحقون أن يحكمونه هذه هي الحقيقة أنت في بيتك الصغير تخطط لمالك الذي يأتيك لحياتك تخطط يوما بيوم أو شهرا بشهر كيف لدولة كيف لدولة لا تخطط كيف تنظي وماذا تحتاج وما هي الإمكانات وما هي الكوادر التي تحتاجها هذا موضوع المحاضرين يقولون الآن أكثر من 209 ألف محاضر تم تعينهم بقرار من رئيس الوزراء وعزلاء وزارة المالية لتخصيص الأموال لهم كيف حصل هذا لماذا لم تخصص الأموال لهم لماذا لم تعينوهم قبل أن يتظاهروا لماذا العراقي يجب أن يتظاهر ويجب أن يضرب الرصاص وقنابل الدخانية وأن تحاصر الميليشيات وأن تعتدون عليه لكي توافقوا على طلباته بالطريقة المهينة هذه لماذا هذه العشوائية لماذا هذه الارتجالية لماذا هذه الفوضى هذه الفوضى وهذه الارتجالية وهذه العشوائية لا تبني بلدا نهائيا العراق يعيش فوضى كبيرة وهذا أحد الأدلة على أن العراق ماض إلى قعر الهاوية مع الأسف الشديد بفضل هؤلاء الذين يحكمونهم وقت هذه الحلقة قد انتهى ترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة